حبيبي طلبة برايمر سري ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير يلا بينا نشرح النهاردة مع بعض ونخلص شابتر تان في الفيديو ده حبيبي هنتكلم عن الدفايدينج باي ستوري بروبلم وباي الفاكت فاميلي هنتكلم النهاردة في الدفاجون ده ازاي نقدر بكل سهولة في الستوري بروبلم نعمل دفايدينج باي مودلز فاسمعوا الفيديو للاخر عشان الفيديو ده مهم جدا ولو كنتوا اول مرة تشوفوني انا المهندسة فاطمة ودي قناتي ويكان ماس اند اي سي تي اتمنى يا رب تكون مفيدة لكم ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وعملوا لايك عشان الفيديو يوصل لكل اصحابكم على وكده نشوف مع بعض ازاي نعمل دفايدينج باي مودلينج في الستوري بروبلم وائل هز دي سايد ذات هي وانت ستو بوت هز توالف شالز ان جروبس اوف سري هاو ميني باقسز وال هي نيد فور هز شالز طيب تعالوا كده نرسم مع بعض الريكتانجل ده نشوف مع بعض كده حبيبي هو عايز يعمل كل جروب في سري يعني انا مثلا لو جيت هنا على الباقس الاولاني ده وهقول مثلا ادي في وان تو سري تمام وهبدأ احط سري كمان في كل جروب اللي هو الباقسز بقى هو عايز كل باقس يكون في جروب كل باقس يكون في سري هو هيعمل جروبس اوف سري يعني كل مجموعة فيها سري يبقى انا كده حطيت سكس ارجع وحطي تاني ادي وان تو سري يبقى انا كده حطيت كم ناين طيب اكمل ادي وان تو سري يبقى انا كده حطيت كم حطيت توالف لما انا حطيت كده توالف بقى انا عندي كان بوكس ادي وان تو سري فور عندي فور ما هو فعلا توالف التوتل ديفايد سري ايكوال فور لازم نبقى فاكرين مع بعض افتكروا معايا كده ده اسمه الدفدند اما ده اسمه الديفايزور والريزلت ده يا ولاد اسمه الكوشنت يبقى احنا مسكنا كل سري ابتدين نقسمهم لغاية ما خلصنا التوالف فلاقينا نفسنا طلعنا فور بوكسز ادي وان تو سري فور يبتعالوا بنا كده على الاكسرسايز بيقولي ديفايدين يوزين زبار مودلز نمبر وان بصوا كده يا ولاد انت عندك الكاونتور فورتين النمبر اف ايكوال جروب س سفن عايزي النمبر ان ايج جروب ده التوتل تمام يبقى انت عندك فورتين ديفايد س سفن لازم التاول ايكوال تو او هتسأل نفسك السفن مالتبلاي كام يديني فورتين سفن تايمز تو ايكوال فورتين هنا الكاونتور ده التوتل اللي هو الديفدين توني وان هتقول ديفايد سري ايكوال كام ايكوال سفن هتسأل نفسك السري مالتبلاي كام يديني توني وان ما ينفعش لغاية دلوقتي ما نبقاش متمكنين من التابل هنتعب قوي في الماث وبنفس الطريقة هنحل كل الاكسرسايز ايب نمبر تو بيقول لي رأيت اه ديفاجون equation for ايج بار موضل انا هنا الديفاجون equation هو احليلي اول واحدة بيقول لي انه هو الديفدين عندي سكس فعلا من التوتال سكس لازم يولاد نبقى عارفين ان الديفدين ده هو the total number السمهم لأهو 3 groups يبقى 6 divided 3 equal to طيب division equation هنا تعالى كده نعدهم من بيعرف يعمل skip counting يقول ورايا 3 6 9 12 يبقى كلهم 12 برافو عليكم عنده موجودين في كام group 1 2 3 4 يبقى divided 4 equal كام ال quotient عندي 3 عشان 3 multiply 4 equal 12 طيب تعالى كده على letter B 1 2 3 4 5 6 7 8 8 plus 8 16 يبقى ادي 16 شوية مهارات حساب زهني كده 16 يتقسموا الايه يتقسموا 2 groups يبقى كل group في كام في 8 عدهم حتى دول هتلاقيهم 8 وهسيبك انت تحل letter C number 3 بيقول درو دوتس to find the quotient as the example حلل للإجزامبل اهو انا بكتب هنا التوتل وببتأ اوزعهم على البوكسز اللي قدامي دي يعني letter E انا عندي التوتل كام 12 اللي هو dividend ومقسم هوم لي هوم لي six groups هعمل ايه هبدأ احط اهو في كل group dot زي ما هو قال لي يبقى انا كده حطيت sex لان هم عددهم sex وهرجع اكمله seven eight nine ten eleven twelve يبقى انا كده حطيت 12 معنا كده ان 12 divided six equal two وبنفس الطريقة هنحلي باقي الاكزامبل يعني تعالى كده على letter C انا عندي اهو التوتل 15 اتقسموا لإيه اتقسموا لfive groups هبتدي احط دوت ادي one two three four five طريقة الدفجن عادي خالص اللي اتحلمناها في الفيرست ترم 13 14 15 يبقى كل group في كام الكوشن بتاع three وبنفس الطريقة هتحلوا ب و د يبتعالوا كده على number four بيقول لي complete the bar model to find the كوشن as example بيعمل العكس انا هنا عندي 12 divided four بيبدأ يحط four ويعمل skip counting by four ويشوف كون عندي كام group تعالوا كده على letter a نشوف مع بعض يعني انا عندي 15 حط divisor three وابتدي احط انا three كمان يبقى كده six بعمل plus three skip counting by three بعد كده احط three كمان يبقى nine ادي كده six وبعدين كده nine وبعدين احط three كمان يبقى كده twelve وحط three كمان يبقى fifteen اتكون عندي بقى cam box one two three four five يبقى equal five فعلا fifteen divided three equal five طيب تعالوا كده على letter c حط لك seven هترجع انت وتحط seven كمان يبقى seven plus seven كده fourteen وبعدين تحط seven fourteen plus seven twenty one وتحط seven twenty one plus seven twenty eight فيبقى عندك one two three four عندك four groups وفعلا twenty eight divided seven equal four يبقى انا بحط اول number وابدأ اقرر لغاية ما اوصل لإيه اوصل لل dividend سيبقوا انتو تحلوا بي ودي يبتعالوا كده على number five بيقول I have twenty vex to divide between four plates هيقسمهم ما بين ايه four plates يبقى انا عندي total twenty اجري على طول حط dividend هيقسمهم على four twenty divided four equal five يبقى انا كده لو بطريقة بقى افضل احط الدوت هحط في كل واحد اهو five طبعا هو عايز منك ان انت تفضل تحط وان وبعدين هنا two بعدين three وfour وتفضل تعد لغاية ما توصل ان انت حط twenty بس احنا عارفين على طول ان twenty divided four equal five طيب تعال كده على number six بيقلي زرار twenty eight crayons in the classroom that need to be placed in four cups each cup must have the same number of crayons بيقلي how many crayons will be in each cup انا عندي total twenty eight تجري على طول وتحط ه في الدفيدن هيقسمهم على ايه على four cups twenty eight divided four equal seven يبقى انا كده ده بنفس الطريقة اه اسمهم لfour group كل group في كام يا حبيبي في seven هتحط هنا وليكن مثلا seven dot اهم وتبتدي في كل واحد تحط seven دي طريقة ال ايه طريقة المودلز انت ممكن تحلها division equation عادي خالص وبعد كده ترسم يعني براحتك ادي اه هبتدي احطهم كده انا حطيت في كل group seven وبنفس الطريقة بالضبط هنحل seven وeight تعالوا كده على number nine كلهم متشابهين امنية studied fourteen hours if she studied two hours each day how many days did she study يبقى هي عندي dividend fourteen كل يوم بتذكر a day two hours يبقى انا هقسم الfourteen دول لtwo groups يبقى كل group في كام fourteen divided two equal seven يبقى كل واحد في seven ممكن تكتب seven بدل ما ترسم seven dots طيب number ten he would like to split evenly among six friends how many toys should each friend receive يبقى هو 36 اسم ها على sex friend هم اسم توم ل six equal part يبقى انا عندي 36 total divided six equal six يبقى كل واحد هياخد six toys طبعا تمكنك من التيبل هيخلي عندك سرعة في division واللي لسه مش متمكن دايما هتحلها بطريقة هو six multiply كام يديني 36 فعشان كده دايما نفتكر ان الدفدند ده equal divisor الدفدند الرول ده مهم جدا equal divisor multiply القوشنت division هو الدفدند وعندي 56 اللي هو الدفدند هو على طول عشان اجيبه بعمل multiply للتو number اللي تحت اللي هو 7 multiply 8 وبعدين اعملهم commutative يعني 8 multiply 7 كل number من ده اسمه factor وده البرودكت بتاعي يبقى انا عندي 56 ده البرودكت in multiplication وال dividend and division وبعد كده ببدأ اغير الدفايزور 56 divided 7 equal 8 وال 56 divided 8 equal 7 طبعا فكرنها وشرحناها بالتفصيل يبتعالوا كده على number 2 بيقول you find the missing factor of each triangle then write the four numbers sentence تعالوا كده نفتكر مع بعض احنا اتفقنا 54 قلنا 54 ده biggest number بيجيبه ازاي بعمل multiply لل number اللي تحت طب لو عايز اجيب الرقم اللي تحت بعمل الكبير ده divided الصغير يعني 54 divided 6 equal 9 وهاجي بقى وابتدي اكتب الفور equation بتوعي 9 multiply 6 equal 54 وبعد كده اعمل لهم قوميت وابتدي ابدلهم equal 54 وبعد اكتب 54 في division equation اول رقم عشان هو dividend الرقم الكبير ومرة احط الدفايز 6 ومرة احط 9 54 divided 6 equal 9 و divided 9 equal 6 وبنفس الطريقة هنحل A C و D فعلوا كده على number 3 بي اول اخوز which number sentence is not included in the same fact family 7 multiply 4 equal 28 28 divided 7 equal 4 5 7 equal 35 دي ملاش اي علاقة بال fact family الموضوع السهل جدا letter B 18 divided 3 equal 6 18 divided 6 equal 3 3 multiply 6 equal 18 صح 9 multiply 2 لا دي ملاش اي علاقة 9 مش موجودة هنا عندي طيب letter C 42 divided 7 equal 6 6 multiply 7 equal 42 صح اما اخر واحدة فدي ملاش اي علاقة بال fact family بتاعتي طيب تعال كده على number 4 بيقول choose the 3 numbers that can make a fact family لو جيت انا بصيت كده على letter a انا عارف هنا ابص هلاقي فين 3 numbers اللي ليهم علاقة بعض اللي هقدر اعمل منهم 4 related multiplication and division هو هتعرف من تمكنك من table يعني انت عارف ان 5 multiply 6 equal 30 يبقى دول 3 numbers بتوع وتبتدي تعمل منهم fact family وترجع تبدل ما هو equal 30 وبعد ان تعمل equal 6 with 30 divided 6 equal 5 طيب تعال كده في letter b عارف ان 6 9 6 multiply 9 equal 54 وتكون 4 equation طيب تعال على letter c 3 multiply 4 equal 12 فعلا يبقى دول 3 numbers letter d عارف ان 8 multiply 9 equal 72 يبقى دول 3 numbers اللي هتستخدمهم يلا بيناع على التشالنج وبصراحة هو سهل وبسيط جدا letter a بيقولك 3 multiply 5 equal 15 احنا اتفقنا ان ال 15 دي لو تحول ال division هتبقى هي dividend ودول واحد منهم هيبقى divisor والتاني quotient يبقى 15 divided فاضل 5 وهنا 15 divided فاضل 3 طيب ده احنا اتفقنا ان ال dividend هو ايه هو product في multiplication يعني انا هاخد 2 numbers دول هما factor مرة 2 multiply 5 equal 10 ومرة 5 multiply 2 equal 10 وبكده حبيبي نكون خلصنا مع بعض chapter 10 وخلصنا منهج مارس استنوا الفيديو الجاي اللي هيكون فيه مراجعة قوية جدا على منهج مارس وبالتوفيق لكم يا رب اشتركوا في القناة